السلام عليكم اشترككم بخير كوكي كوافيري هذا الفيديو سوف نضع لا أضعه اليوم قمت لها المنتج و قمت لكم قمت لك قمت لك قمت لك التفاصيل كما رأيكم سوف تنزيبون قمت لك قمت لدينا القبعة كما رأيكم ها هو لون البلش سوف تنزيبونها ها هو لكم أول شيء سوف تنزيبون القبعة لذلك سوف نرى الفيديو السابقة سوف نرى الطريقة والتقنية الصحيحة كيف تنزيبون القبعة وكيف تنزيبون الشعر يعني التشخيص تعرفوا شعر صحيه وإذا تتحمل سحب اللون كما رأيكم سوف تنزيبون الشعر كامل كما قال من القبعة وعندما تنزيبون بروسة سوف تنزيبون الشعر يبقى عالقين بين القبعة ويعني من بره والداخل كما رأيكم تشاهدون البنات سوف نخلط البودرة وننزيبون ونعطون كل شعر حقها توزيع البودرة السحب مع الأكسيدون كما رأيكم سوف تنزيبون قبل البودرة فقط لفنجل فقط هناك درجة السحب تكون درجة ثمانية درجة السحب تكون ثمانية ما هنقدروا نديرو الباج اشقان الباج باه يخرج لنا اللون ما لازم نوصل درجة سحب ستة او سبعة لازم ثمانية الاصفر الصافي وما فوق كما راكم تشوفو دونك اللي حتحب تتابعني الاستجرام تاعي اللي هو كوكي بوان بيوتي ساز ايضا فيكم ترسلوني عليه ما رديت فيش هال ما راح نشوف ان شاء الله اليوم التيك توك ايضا الفيسبوك راح نخلي اه روابط الصفحات التوعية هادو بتاع العمل في صندوق الوصف اللي تحب تتصل بيا اهلا وسهلا ولي تحب تتابع كل ما هو جديد اهلا وسهلا بيكم يا البنات شوفو توجو هان وصيكم لاسيبارسيان شتو كيما توزعو الصبغة عالشار لكولوغ ثاني لابودر ديكولورانت شعراء اوغانج شعراء غوش شعراء ملحق هاش شعراء صفراء فهمتوني الشعراء بلي كل شعراء تعطوها حقها وزيادة بس كيما يكون نوصيكم حاجة ثاني كي تكون الشعراء جافة ولا قبيمة ولا نشفة توجو عطوها البرودوي زيادة تشرب تشرب يعني انا عن تجربة الشعر الجاف توجو نعطيه زيادة بس كي على بالي بلي يشرب منظلش نزيد ونعاود ونغنجق ونخسر البرودوي ونطرتق في الشعراء ونضيع في الوقت شوفو ها هي لكم هنا تبروتجو زيادة اوغانج بس كي لا تسخي اوغانج بس كي لا تحتاجوه همش بس كي دايما يبقى مبهدلين تغسلوهم ولا تخلوهم شوفو طريقة التوزيح مشيت على ربي ونبي ومبعد رح نقول هالله اختي عندك شقيقر منه ومش عارفها شكين منه ومخرج لك وش عارفها شتيه ونصيب الاسباب لا التقنية الصحيحة تعلموا تبغو خدمتكم تتقنوا خدمتكم وتدوا دراهمكم يعني على حق يعني على حق يعني تكونوا تستهلو بكدراهم شوفو البنات كالي بخيلات البروتوية بززاف بخيلة بخيلة ما تكونيش بخيلة وما ترضي الشعراء طلبة حقكو زيادة هالله نقول هاو توجو هنا ديروا القفازات القفازات تحميكم بس كهنا البروتوية هذا يحفر صاري لها كيمة لوجا فيل لازم البابات لازم لاجون حرزو عينيكم انا خطر اعطاري البروتوية غريب ما دمر لي عيني لانك اتنسيون سينا شرودي ليونت سبيسيال هاقا بتبروتجو اروحكم سامحوني البنات من شوية مريضة ها هي لكم طريقة التوزيع راني نوري لكم كان مبتدئات كاليرا مشايفين الفيديو كاليرا مشايفين عندي قرب 300 بلغ فيديو على القناة التاعي روحوا القناة كليكوا على اسم القناة يطلع لكم اكي هنا وهنا فيديو كليكوا فوق الفيديو يطلعوكم الفيديو خاص بالتجميل بالحلاقة بأي حاجة وبإذن الله ومشيئة الرحمن دقونوا لي ندلكم الفيديو الخطرة في التيك توك على الاسئلة تاعكم سوف نجاوبكم فيديو قصار ما فيهم اجابة على الاسئلة لكم تخلوهم لي في كومانتاق ولكن عندي الاف الاسئلة قلب نجاوب عليهم سامحوني البنات سامحوني 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 ان شاء الله هذه جاية خير مالي راحت ونعوضكم ونجاوبكم على كامل الاسئلة تاعكم لذلك هذه هي من بعد غادي نقولكم دروك زي ما نشرح في الفيديو ونسمعوا غادي تزيدوا تشوفوا ما غادي ندير هنا دارتو كي تستحبوا الشارع راني كم شوفوا راكم غطيتوا بخوضوه هنا تبقوا تغطوه نعود نقولها تاني ما نقري درتها في دروس قادية سابقة تقدرو تتغطو بالاليمينيو بصح شاك فو تفيري فو تبدله بهي تكون كينا غياكسيون شيميك يعني متقود اكتيفيا متفعلة سوف اضعوا بلاستيك اضعوا بلاستيك وغطوه وحموه بالساشوار شاك 5 مينوط اضعوا بالدات المرات الثلاثة الاولى والاربعة الاولى وداء غاز الشعر وفيدوها مدخلوهاش تسخن باش ما تتطرتك هذا مكان تكون كما جاءت قاعد اضعوا ملاحظة وفي البركات المغلقين أو الأفضل الأمام، يستعملونهم لأنهم يقولون أنهم يكونون 4 أو 5 ملايين من الأشياء، لأنهم يعرفون أنهم كمثلون. لكن هنا لا نقوم بهم لأنهم نقوم بعملون. كما ترون إلى البنت، بعد ذلك، قمت بتحديدها الساعة على وقته، قمت بتحديدها، نعم، نعم، تحديدتها، ونحيت لكسي والبروديو كاملة، وفوق القبعة لا تجد التغيسة، لا تجد التغيسة، لا تجد التغيسة، اعجبها لدوغي بعد شقدرنا خسلتها ساشورتها قلت لي نا شقدرت اجبت نميرو البيج 40 في اللغيات 40 تقدروا كان البيج في عدة مركات يعني هنا حساب البيجيت تحزابونا حساب ميزانيتها ودراهمها انا اعطيك مغيت عاللغيات وتروحوا الفولوم 20 هو البيج 41 في اللغيات زائد اوكسيدان عيار 20 في اللغيات او في الاندريا او في اي مركة تروحوا تأبليكوها كامل في شعرها كما تأبليكو السبغة كامل كامل انا خليتها مام با 20 منوط تأكلتها لغاسين اعطيت واحد اللون جيد جميل و امام طوض خليت الغفلة رجع باش ذاك الشعر اللي كان اشقر فاتح ذهبي رجع باش تحوز على الفلوهو ايضا اخبار اخسليه لغاسين انا احبتها تباكة تباكة لغاسين انا احببا اخسسيها احترم ترايها و انا اضعي انا اقشبتني الانتجة اذا قامت بتحديث لها اخبار اخرجنا في هذا اللون يوجدها كفورشي بالزاف ومن أعرف أنه يجب أن يتعرفون المساامات في هذا الأمر أنه يتعرفون أنه يجب أن يكون لعبة ججبًا أين يتعرفوني؟ أنا سوف أت собираетсяstramp داعه أنه لن يجب أن أشياء مفتاح ومساق وعبة جميعه قال لأنه يجب أن يكون المساة يعمل ترطيب هائل الشعر الشعر تكون ناشوه ترجع حرير و خلو توجو كيكون هكذا الشعر يكون لغي بذات نهار الأول يعني نهار أول مرة أخسلته عندكم في الصالة خلو شوية منه لكسيت تاعها ما ترحوش تشلو أرقم خليته منه هكذا الشعر تغضات ورجعتو لها الزيت تاعها خلو شوية منه خلو شوية منه لا تكثر تقلع شوية وتخلي شوية يبقى طب يبقى يبرية ترجعي لها الحيوية و المهمة ولكن فأسهت منهم وتخليل الأخرى فأسهنا والتشغير والب sturdy والمغر سألتها تركيبي وتحصل على المรاس تضع لون الطبيعي والزيت والكراتين والبروتين الطبيعي الى مرض و التقرد تأكيد ترى الحفافة العلم لكي لا تسمع تانية مثل تشغير الزيت جميلة تفكيرا فالصباح الخاص بي شعر تتعب فيه شعر تتعب فيه تتعب فيه انا نتعب فيه انا نغذي فهمتوني هكذا سوف ترى اصبحتها كما تسمعوا النصائح والفائدة كما يدخلوا الفيديو لتشاهدون اشتركوا في القناة ثم نسيب واحد لكيستيون انا شارحة كل شي ومعي ودا في الفيديو وهي مطارحة لكيستيون مرد شعليك اختي شوفي الفيديو كاملة واستفيدي كامل يعني انا نقدم لك في حاجة من عندي من قلبي باطل في سبيل الله باستفيدي مشي باهنتي ترحي تفيدل ثم والتالي وتقول لي اختي هاد يشتهي انا ذاكرة اسم المركة اسم العيار اسم كلش شادر شما درتش يعني هنا شوية هم كما راكم تشوفوا البنات هم شتو هادي غيئ الابليكاسيون لديكولوغاسيون شتو مشي تطل يكاور وعطي العور وقول لي خلاص ايضا يخرجوا لها شابين بعد شاركك يدير في حاجة شوف يضغطها انا نتعامل هنا اكثرية عندي بوني دو بلاستيك نكر على الالمينيان انا نتعامل انا نتعامل في البالياج انا نتعامل انا نتعامل انا نتعامل انا نتعامل انتبه في ذا الكبير انا نتعامل انا نتعامل انا نتعامل انا نتعامل اعلموني بسبب الحاجة التي ترتق الشعر هذه السخانة وهذاك البرودوك يطلعها قوي ونماية ثم لا ترتق الشعر بسعك يضي قازوها وتخلوها تبرد المرة الأولى زوجة الثالثة لا صحيح ما تخافوش يطلع لكم وما يدقضكش وفيريفو الشعر خطر على خطرها كافيتكم شوفوها اليه الاستيكو لا لا مش يتروحوا تقولي لا ما زال ما طلعش وما زال ما رجعش بلاو ولا ما رجعش ضوغي ما زالت لابد في لابد يتكسل شوي قصلي مترسكيش متضيعيش ما تضيعيش لزيمونا شعرها ها ها شوفو هنا ها كمتشوفو هاي جيد صحية ممتا مش تتكسل صحة كيلي بوينت لي محروق انتبوهم الاستيكو يتمونا بصح في الوسط شوفو ها شعرها راهي صحية دونك هاي ليكم دونك ان شاء الله تكونوا عجبتكم الفيديو وسمعتوا الشرح التاعي هنا على الاقل شرح تفهمتكم الصح في الشرح في التقنيات اكواب ما تتفرجي ما كيش فاهمتوني يلقت تدو التقنيات الاسرار هادو هما شوفو كي طلاح راكم تشوفو تخوزين فوات تبقوا بدا يطلع غاية تبقوا ضوغي بانك وما تأمنوش في الشعرها اللي قد فيدي فيها غاية تسحبوا منها كامل البرودوي دونك جيس باق تكون عجبتكم الفيديو بعجبكم الدرس وشرحوا وعجبتكم اللاكو لغا الأشقر الباج هذا اللي درته لزيمونا وسمحوا لي يعني راني نتأخر عليكم بل بزاق عندي مشاغل انتظروني في فيديو قادم جديد دونك ها هوليكم ولي غسلتها درت لها الماسك سلكناه بيانشور بيان بسكو البوني ها هي ديكم تكتوفو النتيجة في الاخير كيفه دونك كي ما راكم تشوفو تنشفو ها هوليكم تنشفوه انا اندوليته بهيب نلغف لي شباب يعني في الواقع والله جيد جميل راح تميته بساعدة لكليانت بسحتها لقوبة اللي حابة نديرو هادا اللون دونك شاك بلكم تحلولي في رواحكم اشتركوا في القناة